بسم الله الرحمن الرحيم في اللقاب يتجدد مع اخواتنا المتابعين وبعد سلطة الفجر بنسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يلهمنا الصواب والحق عشان الكلمة اللي بنطلع نقولها تبقى في ميزان حسناتنا ان شاء الله ما تبقاش في ميزان سيئة. اخوات المتابعين بعض اخوات المتابعين اللي بحترم اراءهم جدا بعتوا لي تعليقات على قصة الدجال وان انا الطرح اللي انا بطرحه عن صراع الدجال مع المهدي. برجوهم بس ان هم ما يقرأوش الغلاف ما يقرأوش الكتاب من غلافه وانما لما يحبوا يكونوا رأيه عن اي حد بيطلع يتكلم اي فاسق زينا كده بيطلع يتكلم باي نبأ حضرتك لم تصل اليه او لم تقرأ عنه. اه ما تحكمش او ما تصدرش الاراء من اول فيديو. استنى وشوف الراجل ده بيتكلم ايه? وازا كان له اه رصيد اه موجود على المنصة. اه منصات التواصل الاجتماعي. اه حاول تطلع على اه بعض كل اه او بعض او كل يعني. الفيديوهات اللي متكلمة على الموضوع ده. اه عشان تكون رأيه كامل وتبقى كلمتك برضو في ميزان الحق. ما تبقاش في ميزان اه الشر. اه حكاية الدجال والمهدي. حكاية الدجال والمهدي. هل في حد قرأ الكتب السماوية كلها? اه ازا كان التوراة او انجيل او اه قرآن. طيب الناس بتقول ان التوراة والانجيل محرفين وهم لم يقرأوهم. خلاص يا سيد انا معاك. انا مسك كتابي اللي هو قرآن ربنا سبحانه وتعالى كتاب الله. اه ومعتقد في اه صدقه. وبسأل اه الله الرجل. ففهمي للقراءات اه القرآن وتدبرها مع باقي الكتب السماوية. وباقي اه النبوات اللي بتيجي بمخطوطات العارفين او ازا كان من وحي الشياطين كلهم بضربهم في الخلاط عشان اعرضهم على عقلي ويبقى في ميزان اشوف بيه الدنيا ماشية ازاي. اه الدنيا ببساطة خالص صراع المهدي والدجال هو صراع قائم منذ الخليقة ما بين الخير والشر. فازا كان فيه ادم يمثل خلق الله. اه اللي مطلوب منه اعمار هذا الكون. فجه الشيطان يمثل فريق الشر اه اللي هو المفروض وظيفته انه اه يخلي ادم يحيد عن مهمته ويفشل في مهمته عشان اه يبين لنفسه وللكون ولربنا انه كان احق بالخلافة اه من اه من ادم. طيب هل الشيطان موجود معنا احنا بنشوفه? هل اه الشيطان موجود معنا احنا بنشوفه? لا. طيب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ان الشيطان لكم عدو مبين. يعني عدو ظاهر بذاته مش محتاج حد آآ يبص عليه. هل كلام ربنا سبحانه وتعالى للدرجات دي مش مفهوم? لا طبعا. وقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى انا في خطوات شيطان لازم اتبعها عشان اصل لنفسي. ان انا اكون شيطان زيه او اصل في الاخر ان انا اشوف الشيطان وابقى اه ان الشيطان اه الوالي بتاعي دون اه دون الله. طيب قائد فريق الخير على مدار اه التاريخ. لازم الخير يبقى له قائد. ولازم برضو الشر يبقى له قائد. هي كده الدنيا. لان الدنيا مش متسابة كده من غير ميزان. فكما كان الانبياء هم قادة الخير. اه والمرشدين للخير. والمرشدين للرجوع الى الله. وعدم اتباع خطوات الشيطان. يجي الشيطان برضو يبعت اولياءه من شيطان الانس والجن. عشان اه يخلي الناس تنصرف عن الصراط المستقيم. طيب. هل الدنيا هل العاقل اللازي ينظر الى هذا العالم اللي احنا نعيشه في القرن اه الواحد وعشرين وفي سنة الفين اربعة وعشرين. والنهاردة في بوابة طاقية بتفتح. اه في الكون. اه ربنا ان شاء الله بازن الله يعدل الميزان. وتكون اه خير لأهل الخير وظلام لأهل الشر. هل الدنيا كده هتتساب? يعني هل اليهود هيتسابوا زي ما هم كده من غير اي محد يقيم عليهم الحجة? هل المسيحيين او النصارى اتباع عيسى هيفضلوا كده? هل اتباع سيدنا محمد هيفضلوا في هذه الفرقة وهذا الخلاف وسنة وشيعة ومذاهب وطواقف وبسوس عملين يلعنوا في بعض ويسبوا في بعض ويخلاص لو طالوا بعض عبر الشاشة. هيطيروا رقب بعض. هل المواضيع هتتساب كده? ولا الدور لازم يتهد ويتعاد من اول وجديد? بس بعد اقامة الحجة على اصحاب الخير? وبيان الحجة لاصحاب الشر. فمن اهتدف لنفسه ومن ضل فانما يضلوا عليه. يبقى ازا المنطق المنطق قبل الاستناد الى هيات ربنا سبحانه وتعالى المنطق العقلي بيقول ان في لابد ان يكون فيه فريق خير. وفريق خير على مر العصور عشان بس الناس تبقى واخد بالا من كلام ربنا سبحانه وتعالى القلة القليلة. طب الاكسرية الاكسرية يا اما غافلة يا اما نائمة يا اما في ضلال. ليه? لان ببساطة خالص نيجي نلاقي ان القلة اللي ربنا ميزها في القرآن ان هي اللي بتتتبعوا هما القلة التي اعملت عقلها وعرضت الميزان على منطق لها. وشافت الامور ووزنتها بميزان الصراط المستقيم. واسترشدت بالله فقط فيما اه يدور حولها وفيما يصلها من معلومات. واحنا في قمة التكنولوجيا والعصر الحديث اللي احنا وصلنه للوقتي ونجاح الوم مص في زرع تاني شريحة في مخ العقل البشري. بيتحقق وعد الشيطان اللي وعده سيدنا ادم في بداية الخلق اه في القرآن الكريم. لما قاله هل ادلك على شجرة الخلد دي وملك اللي يبلغ. فاحنا داخلين على تحقيق شجرة الخلد وملك اللي يبلغ. اللي مش مستوعب كلامي يحاول بس يقرأ الغلاف. آآ يقرأ مداخل الكتاب. ما يقراش الغلاف بس. ويحاول يشوف الكلام اللي انا بقوله. هل الكلام ده مظبوط ولا لأ. هل تطبيق ايلون ماسك للتكنولوجيا الجديدة ده. ده فتح باب من العلم. ولا فتح باب من آآ العلم لآآ لان الشيطاء لان البنى ادم يخش في خطوات الشيطان ويستغني تماما عن الله. هل الشريح عليها فوائد? طبعا. كما كان العلم دائما. اي شيء يا جماعة الخير بيحتمل وجهين. وجه خير ووجه شر. السكينة السكينة. ممكن تكون مشرة لطبيب زي كده. يخرج بيه حياة او روح جديدة من بطن الام. وممكن يكون سلاح اطير بيه رقبة واحد بداعي الايمان والصلاح والجهاد في سبيل الله زي ما الناس آآ فهم ان الجهاد في سبيل الله بان احنا نطير عبد بعض. فكل شيء في الحياة بيحتمل وجهين. العلم له وجهين. يا اما يكون في ابتغاء مرضات الله وهذا الله يحبه. واما يكون في غير ابتغاء مرضات الله وفي تحدي الله. ويكون الانسان خصيم مبين لله وان رآه استغنى. فاحنا بنفكر الناس ان الى ربك الرجعة. يبقى زي ما كان كل شيء له بداية. اكيد كل شيء له نهاية. فربنا مش هيسبنا كده. ربنا مش هيسبنا آآ نخبط في بعض. وان الطواقف كلها والملل كلها والشرائع كلها متسابة كده. لا. اكيد في حاجة حدث معين من تدابير ربنا سبحانه وتعالى اللي واخد العالم آآ في سكة اظهار الحق. وان قبل النهاية آآ من رحمة الرحمن الرحيم زي ما احنا فاهمين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. انه يرسل آآ لفريق الخير. قائد بيتكلم بلسانهم وقائد بيعبر عن آآ افهمهم. وقائد بيطمنهم بيقول لهم اللي انتم فهمينه صح. طيب الاكسرية بتتبع طبعا على مدار التاريخ. اكسرية غافلة. اكسرية بعيدة. كل البعد عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. بعيدة عن الدستور آآ الالهي. اللي ربنا حطه عشان خاطر نفضل على الصراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن. في سورة الجن بيقول فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا. التحريات مطلوبة عن دينك وعن صحات معتقدك. عشان تصل الى الحقيقة الكاملة. ولا تصادر آآ ولا تحجر على رأي اي احد. واحنا في الاول وفي الاخر اخوة بننصح بعد. لو جالي انا معلومة او ربنا بين لي بين او من علي بفهم. فانا بقوله لاخواتي لعله وعسى في اللحظات آآ الجمعة الاخيرة اللي انا آآ متصورها او اللي انا فاهمها آآ في الجمعة الاخيرة من خطوات الدجال. الدجال ازا كان موجود هو موجود فعلا وحقيقة قائمة وموجودة في القرآن زي ما المهدي موجود في القرآن. المهدي موجود في القرآن فين? خلينا نثبت الحاجة بعكسها يعني. زي ما احنا قلنا ان كل شيء له بداية ولو النهاية. طيب قبل النهاية وقالوا يا ربنا لو لا ارسلت الى يدنا رسولا. ها? قبل العذاب هيبقى في ناس لحجة لربنا لو ربنا ما ارسلش رسول من عنده او حد يبين من عنده او نزير من عنده. المهدي هو نزير اخر الزمان. عشان ينزر الناس بالعودة الى الله وترك الخلافات جانبا وكلنا عباد الله وان ربنا سبحانه وتعالى اله الكون هو الهنا جميعا. مش كل طائفة لها اله زي ما هو آآ زي ما هم عجبهم دماغهم. لا هو النزير اللي موجود في صورة البينة يتلو صحفا متهارة. يتلو صحفا متهارة. فيها قطب آآ قيمة. يبقى ربنا صحونا وتعالى من رحمته الرحمن الرحيم قبل الختمة وقبل الحساب الختامي. للناس ربنا صحونا وتعالى من لطفه ورحمته بيرسل احد عباده الصالحين ليقود فريق الخير. عشان يبقى قصاد فريق الشر الاكسرية الغافلة. عشان كده اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. احنا داخلين على الايام الصعبة جدا. اللي بتتحقق فيها صورة العنكبوت ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين. اللي هي القلة القليلة التي تصبر على ما احيط طبيعة وما الم بها في آآ الدنيا. عشان وعد الله يتحقق لهم في الآخر. في آخر الدنيا. وفي الآخر في الآخرة يوم العرض على الله. دمتم بخير واشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.